موسيقى ونهر بردا بالفترة من بين 12 ل 15 عشرة 2016 أكيد لنتعرف أكتر على هذه الحملة ونشاطات فريق دمشق 2020 بسرنا أن نرحب بزكريا أبو سمير مدير العلاقات العامة بصفحة دمشق 2020 أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك يعني خلينا بالبداية نتعرف عليكم أكتر تمام هلا في دمشق 2020 هي صفحة أساسة الفيس بـ 23-11-2013 أطلقناها هي بتهدف بشكل عام لرسم خلينا نقول صورة حضارية عن مدينة دمشق بتكاتف ما بين الكوادر الشبابية الطوائية وتحويل الطاقات السلبيلة لأنه لطاقات إيجابية حتى يساهموا بناء المجتمع يوم أمس بلشت مبادرتكم على أرض الواقع وهي كانت إعادة تأهيل منطقة جسري الرئيس ليش خطرتوا هالمكان بالضبط وشو التغيير اللي رح يصير فيه تماما هلا نحنا السنة الماضية عملنا حملة تنظيف مجرى نهر بردة حبينا هاي السنة تكون حملة أكبر وشاملة أكتر فاخترنا منطقة جسري السيد الرئيس لأنه فيه كتير تشوه بصري ولأنه منطقة كتير حساسة ضمن البلد أشخاص كتير عم تمروا من هناك أشخاص كتير عم تكون متواجدة فحبينا تكون هاي المنطقة نعمل لبداية تأهيل طبعا هي اللي نحن مرحلة تأهيل هي بتنقسم على أربع مراحل لسه فيه كمان فيه لقدام فيه حملة تانية إن شاء الله تعالى هي للتجميل منطقة جسري السيد الرئيس رح نحكي أكتر عنها لكن هذا أصر الوقت ننتقل لموجز الأخبار للإطلاع على آخر وأهم الأنباء مع زملتنا علاء أبو الخضر يسعد صباحك علاء يسعد صباحك أريجو شكرا لألك مشاهدين نبقى مع مجزين لأهم الأنباء بعض الفاصلة أهلا بكم أعرب الرئيس روسي فلاديمير بوتين عن أمله أن يكون اجتماع لوزان بعد غدا السبت مثمرا لدعم التسوية الحقيقية للأزمة في سوريا مشددا على أن الولايات المتحدة الأمريكية تتحمل مسؤولية ما يجري في سوريا حاليا والمنطقة عموما بدوره أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن اجتماع لوزان الوزاري الخاص يكون بمشاركة روسيا والولايات المتحدة وإيران والسعودية وتركيا وربما قطر وقال لافروف إن واشنطن لم تنفذ حتى الآن تعهداتها بالفصل بين من تسميهم بالمعارضين المعتدلين وعناصر المجموعات الإرهابية في سوريا كشف مصدر عسكري في موسكو عن اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية والنظام السعودية على تمكين إرهابي تنظيم داعش وعائلاتهم من الخروج الآمن من مدينة الموسل العراقية بهدف نقلهم إلى سوريا قبل بدء عملية استعادة السيطرة على المدينة وقال المصدر إن الاتفاق ينص على أنه في أثناء اقتحام المدينة سيواجه طيران التحالف ضرباته إلى المباني الفارغة داخل الموسل بشكل متفق عليه مسبقا مع الإرهابيين وقبيل عملية تحرير محافظة نينوى عمدى إرهابي تنظيم داعش إلى قطع أربعة جسر تربط الصحل الأيمن مع الأيسر بالكتل الكونكريتية وذلك بهدف منع التنقل المدنيين ونزوحهم لممرات حددتها القوات الأمنية العراقية ورفع تنظيم داعش حالة التأهب بين عناصره الذين يعيشون حالة من الخوف والهلع بعد تصاعد وطيرة عمليات الجيش العراقي لتحرير نينوى في خبرنا الأخير وفي عضوانا سافرا على السيادة اليمنية أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية قصف ثلاثة مواقع للجيش اليمني واللجان الشعبية على ساحل البحر الأحمر وقال مسؤولا أمريكي إن القصف تم بواسطة صواريخ طوما هوك عابرة أطلقتها المدمرة يو اس اس نيتس بعدما أجاز لها الرئيس باراك أوباما القصف الذي يأتي بعد أيام من الدعاء البنتاجون باستداف البارجة الأمريكية قبلة السواحل اليمنية الأمر الذي نفاه الجيش اليمنية وصلنا إلى ختم الموجز عودة إليك أريش نعم شكرا كتير لعلا إلك علاء أما هلا أكيد مكافيين فقرتنا الأخيرة ومبادرة حملة 2020 يلي بلشت فيها يوم أمس مع تأهيل منطقة جسر الرئيس تماما نحن اليوم إن شاء الله تعالى عنا المرحلة الثانية هي مرحلة طلاق العامدة وعنا طلاق السور الخارجي نحن تقريباً على الساعة 12 إن شاء الله الظهريات ستبدأ الحملة مستمرين لحدود تقريباً الساعة 5 فيها في كثير أصدقاء بيقولون أنه نحن كادر للتطوع عنا كثير كبير بس ما فينا نزل كل يطول أرض الواقع لأنه بده تجهيز معداته أصوصي كل يطف مبارح نزلنا أول خصم اليوم رح نزل الخصم الثاني بكرة رح نزل الخصم الثالث يعني بحيث أن الكل يكون مشارك بالمعجب نحن الآن سنذهب لنرى كيف كان مبارح نرى مرحلة الأولى ونرجع لنكمل حتى معنا بغض النظر على الفكرة بحد ذاتها أنه نحن ننظف ونجمل الفكرة أنه ننشر الوعي أنه نحن بعد ما نخلص بس ما يرجع لنصير مثل أول مثل هالمغاظر اللي عم نشوفها بهاي الرسالة منه نحن ننشر الوعي شوي ما ننتشرها الثقافة نحن لسا عنا بس على أمل على أمل تنتشر هلا نحن فريق دمشق في عشرين عشرين حبينا اليوم نجي على البرامكة أنه هذا أكبر مكان تلاقي دائما كل العالم هون بنا نغير المظهر يعني من النظف الحيطة من النظف النهر بس مشان على اللي أنه مثلا إذا حدش جيد إجاء على سوريا يعرف أنه نحن أكيد ماننا يعني مهملين بحضارتنا ومدينتنا ضمن أول يوم بالنسبة لحنا كفريق تطوعية أول شي لح ننزل نبلش بإزالة كل شي بوسترات إعلانات أي صور سابقة للمرشحين مجلس الشعب لحنا كلها لحنزيلها هي أول شي لح تعطينا نظافة أول شي بالنسبة لمنطقة تحت جسر سيد رئيس بعدين بثاني يوم لحنا لحنبلش نلون هالأعمدة هاي لحنعطي منظر جمالية أكتر باليوم اللي بعده لحن نحط ممكن زريعات صغيرة مقصوصة بشكل مرتب جدا فني لحنعطي جمالية أكتر لهالمنطقة هاي موسيقى 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 وحتى ملونة تماما إن شاء الله على كل الشباب اللي كانوا موجودين حتى الشباب نحنا بالنسبة للتعليقات على الفيسالة قبل ما نحنا ننزل على الأرض كلهم كانوا عم بيحكي شو بتكون تعملوا شو بتكون تساوي شو بتكون لأصاصي كلهم وقت مبارح صاروا يشوفوا الشغل وصاروا شوفوا الصور كلهم صاروا ليعريتنا نزلنا والله حققون علينا ما نزلنا يعني الشباب عندنا في عنده طاقات كتير كبيرة بس للأسف إذا ما كان فيه توجيه معين باتجاه معين فهي الطاقات تحول لطاقات سلبية نحنا بنحاول نكون هاي الطاقات إيجابية على الأشخاص اللي كانوا مبارح موجودين ضمن الحملة فيه أشخاص كانوا تمروا تتفرج انه شو عم تشتولوا يعني انتوا شو عم تعملوا رح ترجع تتوسخ كذا فنحنا إن شاء الله تعالى نحنا بالتواصل مع الجهات المعنية إنه إن شاء الله يطلع قرار لفرض عقوبات ما بيكون عقوبات مادية صغيرة عقوبات مالية كتير كبيرة عالشخص اللي عم بيلزق المنشور وبيعمل تشوه بصري وحتى عالشركة اللي عم يكون هي عامل الإعلان دل الموضوع هذا فيه أماكن كتير هلا إن شاء الله لمرحلة الجهة يرح يكون خصصة للمنشورات والبوسترات وهلا الساسيك اللي يعتى كمان بدنا نحنا يكون فيه وعي عنا بالمجتمع حتى نحنا نصل لفكر جمعي لأنه نحنا نحافظ على الممتلكات العامة كأنه ممتلكات خاصة هذا الشي بالدواءة كتير بس نحنا خلينا نقول خلينا نبلش الله أحسن ما نقول بعد ثلاثة سنين أو أربعة سنين أو خمسة سنين ليش ما بلشنا مالابل فيه تعب فيه جهد بس كما بقول الطريق طويل وإن شاء الله نحنا رحم كامبنين فيه لنصل لعب ننتيج المحالية يعني كيف عم تقدروا أنكم أنتوا فعلا توصلوا هاي أفكاركم للناس يمكن تزرعوا حتى هذا الروح روح أنه خلي بلدنا نظيفة خلي بلدنا حلوة نحنا اللي عايشين فيها يعني تماما هلا هذا الموضوع بالزاد بدي يكون فيه بصراحة ومخسوم على شقين الشق الأول أنه هو الشاب أو الصبية اللي حابين يشتغل بالعمل التطوعي لازم يساهموا هنه من مبدأ المحبة بلدايطان والمبدأ هنه الشغف أنه بلد لازم تكون أحسن يعني أي دولة بالعالم ما نحن أحسن من سوريا بالعكس في سوريا إلا عندها تاريخ وحضارة سبعة آلاف سنة يعني بس القصة عم بتصير أنه هدول الشباب عم بيشوفه كيف بدي لك أنه عم بيشوفه شخص عم بيكفة عم بصيره هنا الإنسان هو عم بيكون المخرج تماما هلا ببلاد برة هنه ما نعنون برجع بلك هنه ما نعنون أحسن من الشعب السوري لا بس فيه هناك فيه قوانين وفيه ضوابط كتير كبيرة هذا الشي عم بيخلي الشخص أول شغله بيكون كرادع أخلاقي وتعني شغله كرادع قانوني هلا نحن عم بيشتغل على الرادع الأخلاقي وإن شاء الله موضوع الرادع القانوني هو مع الجهات المختصة إن شاء الله هنه بدون يعني إيد بإيد لحطنا كلا نصال إن شاء الله يحصلتكم لكل الجهات يعني إن شاء الله يعني نتعاون معكم بهذا المجال تماما ما في حدا ما بيحب أنه تكون بلد نضيفة قريش أكيد زكريا انطلقتوا أنتم المبدأ شباب البلد لخير هالبلد تماما أديش هذا الشي بالفعل عم بتجسد عبر نشاطاتكم تماما هلا هالموضوع نحن بالبداية مثل ما قد لك كان فيه عشوائية بالطرح وما بدل لك كان فيه عشوائية بس نحن على أي موضوع بنطرحه بنطرحه بنستنى شوي لنشوف نحن التقبل للأشخاص بالنسبة له بنناقش الأشخاص ضمن الصفحة عننا على دمشق 2020 أنه كيف ممكن أنت تتقبلها يعني صار موضوع أنه أنت كان فيه كتير صفحات وبتعمل أنه خلاص أي شخص بنتقضهم بترأي سلبية أوكي الحذر أول طريق إلا بفيه ثلاث حالات نحن دائما بنحكيونا بكل المقابلات أول شغل الحديث بالسياسة الطائفية والتهجم على أشخاص بس هدول ثلاث شغلات أي شخص عم بيعملون لو كان كتير مهم بالنسبة للصفحة نحن مباشرة عم نعمل حذر هلا نحن لا حتى أنت تبني ثقافة بدك أنت كتير تتعبي بدك أنت تحاول تتناقشي هالطرف الثاني اللي عم هو عم بيحاول أنه يعني هو عم بيحاول يقناعك فكرته وانت عم تحاول تقناعي بالفكرة اللي عندك بس أنت بدي يكون بالك أطول منه لأنه هو دائما بيعتبر حاله أنه هو الصح هلا نحن الحمد لله بالبداية كان كتير في عنا صعوبات هلا من فضل الله كل ياتول الحمد لله صار ما بديلك أنه نحن تبعناهن على طبعنا لأنه نحن الصح لا بس لأنه نحن تبعناهن على طريقة أنه خلي محبتك للبلد هي شعارك بالأساس خلي هي قانونك بالحياة بس بنحب البلد البلد بترجع بخير كل ياتنا بنصير بخير يعني هي اللي بتدفعنا هاي الحب هو اللي بتدفعنا للعمل الصحيح دائما ببلدنا بعد موضوع رس الرئيس وهالعمل اللي عم تقوموا فيه شو محضرين الشيان شطوله عليك نحن بصراحة بنحب يعني ما نحكي على أمال تطوعي لقدام غير لحتى نحن نخلص كل مرحلة بنتناقش فيها سلبياتة وإيجابياتها شو أثرت بالمجتمع بنرجع بنحكي عن الحملات التانية نحن مفترة كان في عنا حملة لتأهيل قلات الحصون وكنا جاهزين كل الأمور بس بسبب ظروف خاصة مع ما يعني تأجلت الحملة بس هي بنرجع بنقول إن هي ما لطغت هي تأجلت مجرد تأجيل فمشروع دمشق 2020 هو ما بس لمدينة دمشق هو مشروع دمشق 2020 لكل محافظات سورية مشرفنا نعمل حملات طوعية بحلب بلادية بكل المحافظات السورية لأنه مشروع فيك تقولي مشروع بدأ كمشروع عائلي لأنه تأسيس المشروع كان هو من أخي أحمد هو مدير المشروع في أخي جلال نحن عادنا هيك وشوفنا نقدم للبلد لقيناها الصورة هي وبدأنا نشتغل فيها فأمني هو بدأ من مشروع عائلي ونطلق صار لمشروع خليقه مشروع وطني لكل البلد كل ياته فدمشق 2020 ممحصورة في دمشق لا في فعاليات إن شاء الله قريبة إن شاء الله بالمحافظات السورية كل ياته ذكرتنا أن تتركوا بصمتكم على أرض الواقع ومو بس يكون عمل تطوعي يعني كان شوي قريب من المثاليات ما تحبوا شي عملي كيف تختاروا نشاطاتكم لحتى تبين تأشقي عملكم على أرض الواقع نحن نحب الممتقة للشغل عنه أنه ما تعمل كثير عمال تطوعية ما بتكون إلى تأثير ما علش لو تولت شوي بس عملت عمل تطوعي كثير ضخم إلو تأثير على أرض الواقع فهذا الشي مهم الأعمال التطوعية هي بشكل عام نحن معانه بالبلاد في كثير أشخاص بيعملوا بنشكر نحن كل الفرق تطوعية اللي عم تعملها عمال تطوعية بس نحن بنحاول شوي بدمشق 2020 كونه نحن بنعمل هوية بصرية لمدينة دمشق أو هوية بصرية للبلاد أو هم نحاول نحن نطور شي موضوع بالبلاد فهم نحاول تكون عمالنا شوي متميزة لأعمال التطوعية اللي عم نقوم فيها بحيث تترك بسماء بحيث تترك انطباع جيد لعند الشباب لأنه يحولها الطاقات السلبية اللي عندهم لطاقات إيجابية ممكن كل ما رح تمرقوا من عالمس الرئيس رح تقولوا هذا الشغل هوية شغلنا أو بكل منطقة انتو بتمرقوا فيها بتكونوا قايمين بهذا العمل بعد ما نشرتوا على الصفحة انتو بتكونوا تتواجهوا لجسد الرئيس كيف كان تفاعل الناس معكم وكل من على الصفحة بيقدر انه هو يشارككم ولا كيف بيكون العمل طبعا هلأ نحن وقت نشرنا الموضوع على الصفحة في كتير عالم انه استغربت يعني لأنه الوضع اللي عند منطقة جسر سيدة الرئيس كتير كان وضع كتير صعب يعني أول شغلة فيه تكتل بشري هائل فيه كتير كمية تشوه بصري غير معقولة فأنت لما طرحت هيك الاشخاص كلهم قالوا انه انتو عم تحكوا شي كانوا متل عم تحكوا انه ديمش 2020 بده تصير متل اوروبا ومتل الدول المتقدمة ب2020 لا بالبداية هنه هيك عملوا بس لما نحن صرنا عم نحطينا الصورة الاساسية كيف الوضع حالي بعدين حطينا صورة تخيلية انه كيف بده يصير نحن اذا اشتغلنا هشي هون صار تحول النظر السلبية انه ممكن اذا ساهمنا يصير هيك يلا رح نجرب كذا لما نزلوا مبارح الاشخاص اللي نزلوا نشكرهم كلياتهم وكان مبارح في معنى ضمن الحملة كان في معنى ما يقارب 8 اشخاص او 9 اشخاص هدول الجنسيتهم فرنسية جايين لسوريا مشان الدراسة ومشان الهي كمان حبوا لما شافوا هيك الموضوع حبوا يشاركونا بالحملة ونحنا بتوجهنا بكتير بتحية وقالوا نحنا رح نقولوا الصورة الحقيقة يعني للبلد لانه نحنا عنا بمسلا بفرنسا نحنا شو بيقولوا لنا بنصدق بس نحنا اللي شفنا الشي بعيننا شفنا شباب من مختلف الانتماءات قاعدة عم تساهم بنهضة البلب لما طرحنا المشروع طرحنا بهذه الخصوصية مبارح بعد ما شافت العالم الصور ووصفت انه شو الحجم الأعمال التي تنجزه كله صار متحمس عم يقولوا نحنا كيف بدنا نشارك بالحملة هلا باب المشاركة بالحملة مفتوح للكل هلا أنا إن شاء الله طالع منه اندغري لموقع الحملة عنا من الساعة 11 لساعة 12 تحضير مشان بنا نجهز كمية الإذهانات والأصاص فأي شخص حاب يشارك نحنا موجودين منتخل جسر السيد الرئيس ممكنه بمر لهنية والتسجيل مباشرة وممكنه دغري يباشر بالعمل أكيد الله يعطيكم العافية نحب نذكر أن الحملة مستمر لليوم السبت خم السبت رح يكون الختام ونحن نشوف الانجاز زي اللي رح تقومه فيه يوم بنهاية حديثنا زكريا شو بتحب توجه لكل الشباب يلي حابين ينضموا لمبادرتكم وحتى لصفحتكم تماما هلا أي شخص حاب ينضم لمبادرتنا حاب يكون موجود ضمن فرينا أهم شغلة بيحط قدامه نبراس أنه محبة سوريا محبة سوريا هي أهم شيء سوريا أم الكل سوريا تعبت على الكل فواجبنا نحن نقدم جزء بسيط منه العمل التطوعي ومشاركتك بأي عمل تطوعي لو مجرد ساعة لو مجرد ساعتين لو مجرد فكرة يعني نحن حتى في أفكار بتيجينا كتير على بريد الصفحة نحن بنشوفها بنرعاها بنخرجها بطريقة فنية الطلاب الجامعاتي اللي مشاريعهم مثل ما بيقولوا نطويت كمان كل ياتهي بنطرحها للنقاش لنضوي عليها بتشكر أنا كل الأشخاص اللي آمنوا في فكرنا بتشكر من كل الأشخاص اللي حولوا نظرتهم من سلبية لإيجابية بعد ما شافوا الشغل على أرض الواقع وإن شاء الله يا رب نحن مكملين لحتى نصل لغايتنا كل ياته إن شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق وإن شاء الله هلأ منشوف هيك نتائج حلوة على أرض الواقع نتمنى لكم كل التوفيق بهالنشاط وبالنشاطات المقبلة شكرا لوجدك معنا اليوم بذكرية شكرا كتير لك وتحيتنا لكل باي فري